الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتان واصيلة سبحان الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتان واصيلة سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واهتدى بهداه وبعد أيها المشاهد الكريم ما زلنا في رحاب صحيح الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وما زلنا في كتاب العيدين وكنا قد وقفنا عند باب اعتزال الحيض المصلى كتاب العيدين باب اعتزال الحيض المصلى قال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عاطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم في فقه هذا العنوان أو هذه الترجمة باب اعتزال الحيض المصلى أن الحائض إذا شهدت دعوة الخير وصلاة العيد ينبغي عليها أن تعتزل مكان الصلاة وأن تقف خارجا عنه بعيدا منه ولذلك ينبغي على المسلمة أن تعلم ذلك إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمرها وحثها وأرشدها إلى شهود صلاة العيد فينبغي عليها أن تشهد دون أن تقف في المصلى أو في مكان الصلاة نظراً لهذا العذر الذي هو عندها أو عليها وفي هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال أمره للسيدة أم عطية أنها أمرت بأن تخرج النساء العواتق وذوات الخدور أي الكبيرات والصغيرات أو العواتق ذوات الخدور كما شك أن راوي ففي هذا الحديث جواز مداوات المرأة للرجل أو للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلاً والمعالجة بغير مباشرة إلا إذا كان هناك فتنة فلا ينبغي ذلك وفيه أن من شأن العواتق عدم البروز والظهور إلا فيما أذن لهم النساء جميعاً ينبغي أن يستترن وأن لا يظهرن إلا إذا أذن لهم أو إلا إذا أذن لهن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من خلال قرآنه أو من خلال ما ساقه وحياً على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عالية الثياب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تقدم على ذلك قال فلتعرها صاحبتها من ثيابها كذلك القصد من هذا إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع يعني صلاة الجماعة عندما أرادها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أراد أن يجتمع الناس جميعاً وهم في هذه العبادة حتى تحدث البركة لأن الله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية وفيه أيضاً استحباب خروج النساء إلى صلاة العيد سواء كنا من الشباب أو من الشابات أو من الكبار العواتق ولذلك نجد في جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المسلمين جميعاً ينبغي عليهم أن يشهدوا العيد وإن تقول الطائفة من الطوائف على أن النساء لا يخرجن فإن في هذا فتحاً لباب الفتنة ولذلك ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعهن من المساجد يعني إذا طلب الشارع الحكيم النساء أن يخرجن للصلاة وأن يخرجن لشهود الجماعة وأن يخرجن لشهود العيد ودعوة المؤمنين فينبغي أن يخرجن إلا في الإطار الصحيح ومن خلال الرداء الفطفاض الواسع الذي لا يصف ولا يشف أو من خلال التحلي بالحجاب الذي أمر الله عز وجل به في القرآن وفرضه سبحانه تبارك وتعالى لأن إذا خرجت المرأة على طريقة أخرى فضرءاً لباب الفتنة ينبغي لها ألا تخرج كمن تخرج متعطرة أو متبرجة أو من تخرج في ثياب ضيق أو في ثياب شفاف أو في ثياب يعني يشف ما تحته ينبغي عليها أن لا تخرج للصلاة على هذا الحال وأن تصلي في بيتها وأن تصلي في وسط بيتها بل وأن تصلي في مخدعها أو في مكان نومها أو في المكان الذي تنام فيه خيراً لها من ذلك لأن النساء إذا خرجنا على غير الحالة التي أرادها الله عز وجل تفتح الفتن ويترتب على حضورها محذورات ولذلك ولذلك الأولى أن يخص هذا الأمر الذي أراده صلى الله عليه وسلم بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع ولذلك أخرجي إلى صلاة العيد حتى وإن فاجأك دم الحو إن فاجأك دم الحي لكن في حدود الحجاب والإطار الذي رسمه القرآن الكريم ودل عليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلا فعدم الخروج أولى أيها المشاهد الكريم ننتقل إلى باب آخر كتاب الأيدين باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى أفادت هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينحر في يوم العيد في اليوم الأول وهذا ما عناه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ومباشرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذبح ما يدل على أنه عليه الصلاة وأتم السلام أحب للمسلم أن يشهد الأضحية ولذلك كان عليه الصلاة وأتم السلام ينادي على ابنته فاطمة الزهراء ويقول لها يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن الله تعالى يغفر لك عند أول قطرة من دمها وفي الحديث أيضا ما يدل على هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأضحية التي فردها الله عز وجل على من يسر الله له على المستطيع على القادر واجبة على القادر وجعلها الله عز وجل فداءً لسيدنا إسماعيل عليه وعلى المصطفى أفضل الصلاة وأتم السلام وفيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه ذبح الكبش الأول وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم هذا عن محمد وآل محمد وذبح الثاني وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم هذا عن فقراء أمته فأنت أيها الفقير أبشر فقد ضحى عنك المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام وفيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يفصل بين الصلاة والخطبة والذبح بفاصل طويل يظهر هذا من هذه الرواية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى بل هذا على أنه عليه الصلاة وأتم السلام كان يذبح الأضحية عقب الانتهاء من صلاة وخطبة العيد مباشرة وهذا يدل أيضاً كما قال علماء الإسلام أن في ذلك إشارة إلى أنه لا يمتنع لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسوكين أحدهما مما يذبح والآخر مما ينحر لأنهما اشترك في حكم واحد ولذلك عنون الإمام البخاري بابه بقوله باب الذبح والنح ولو كانت كلاهما تغني عن الأخرى لذكر باب الذبح أو باب النح ولأن الرواية اقتضى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى فيحتمل أنه كان يجمع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين نسوكين والمسلم الذي يذبح الأضحية عد الإسلام له آدابا ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يشارك الخجاج والعمار طاعتهم لربهم عز وجل كذلك ألا يذبح في الأضاحي إلا الذبيحة التي استوت في قانونها وفي عمرها وفي سنها وفي لحمها وفي أطرافها فالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والعجفاء الهذيلة كل ذلك لا يجزئ في الأضحية كما أخبر نبينا عليه الصلاة وأتم السلام وتجزأ الأضحية إلى ثلاثة أقسام ثلث لفقراء المسلمين وثلث للأهل والجيران والأصحاب والأصدقاء وثلث لصاحب الأضحية لصاحب النسك الذي قام بالذب ثلث له وثلث لأقاربه وذوي رحمه وجيرانه وثلث لفقراء المسلمين وينبغي أن يكون كل ثلث يحتوي على كل شيء من هذه الذبيحة فلا يخرج لفقراء المسلمين لحما ويطعم نفسه لحما آخر أجود منه لا ينبغي هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان بالخير كالريح المرسلة فدل على أن المسلم يخرج مما يحب وصدق الله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ننتقل إلى باب آخر كتاب العيدين باب باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب قال الإمام البخاري رضي الله عنه حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم فقام أبو برد بن دينار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم قال فإن عندي عناق جذعة هي قير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لأحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيهما قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن الأسود عن جندب قال صلى الله عليه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله في هذا الباب في ترجمة الإمام البقالية رضي الله عنه وأرضاه باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب أن النبي عليه الصلاة وأتم السلام وهو يخطب في خطبة العيد لما قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم أراد عليه الصلاة وأتم السلام أن يبين أن الذبح وأن النحر لا يكون إلا بعد الانتهاء من الصلاة والخطبة وأن من ذبح قبل الصلاة فتلك لحم قدمه لأهله على سبيل الصدقة لكن النسك والشعير أن يكون النحر بعد الانتهاء من صلاة العيد ومن خطبة العيد كما أخبر مولانا أن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر رتب النحر بعد الصلاة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد أن يبين أن من أصاب النسك ونال عظم الثواب ذلك الذي صلى واستمع إلى خطبة رسول الله ثم ذبح بعد ذلك لكن كان في القوم من تعجل فذبح قبل الصلاة إما عن جهاله كما في الرواية الأولى فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فذبح قبل الصلاة وإما أن البعض ذبح نظرا لوجود حالة الفقر عند جيرانه كما في الرواية الثانية لكن المصطفى عليه الصلاة وأتم السلام رخص لهما في أن يذبح مرة أخرى من جديد حتى إذا ذبح جذعة فإنها ستجزي عنهما ولن تجزي عن أحد بعد ذلك ولذلك ينبغي علينا أن نكون من المتبعين لا من المبتدعين ومن المقتدين برسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريك سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا